اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لمجلس التعاون قد اتخذ قرارا بشأن عقد حوار استراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون في كافة المجالات ومؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين دول المجلس وجمهورية آسيا الوسطى لتطوير آليات التعاون الاقتصادي بين الجانبين والعمل على زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات أعرب سعادة وزير الخارجية عن تطلع دول مجلس التعاون إلى إقرار مشروع خطة العمل المشترك بين الجانبين 2022-2026 والتي تضم مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات كما ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول المجلس التعاون كلمة أكد فيها أن دول آسيا الوسطى تعتبر من الدول التي اهتم بها قادة دول مجلس التعاون بفتح آفاق الحوار والتعاون معها حيث يعد توقيع مذكرة التفاهم الخطوة الأولى في الحوار الاستراتيجي نحو المضي بالعلاقات لمجالات أرحب في كافة المجالات أكد معالي الأمين العام على أهمية دور مجلس التعاون في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط وقال إن المجال الاقتصادي في خطة العمل المشترك يساعد في توفير مناخ جانب للتجارة والاستثمار ويعزز علاقات القطاع الخاص بين المنطقتين من جانبهم عبر وزراء خارجية دول آسيا الوسطى عن تقديرهم لقرار المجلس الوزري لمجلس التعاون بعقد حوار استراتيجي بين دولهم ودول مجلس التعاون ومؤكدين اهتمام دولهم بتعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات